السلام عليكم اليوم سنكمل المحاضرة الثانية اللي خاصة بمفهوم الأعداد يعني العفو الدوال في يعني ضمن المتغيرات العقدية الكمبليكس فنكشن هي W تساوي F of Z وتساوي U of X Y زايدا I V of X Y معناه ثاني أي دالة العقدية رح تمثل بالشكل هذا حيث U تمثل الريال بارت وال V of X Y تمثل اليماجنري بارت ممكن نسمي F of Z ماب أو اسميها ترانسفورميشن من Z بلين إلى W بلين هذا عندي فت يعني شيء تصوير لشان تتحول يتحول Z بلين إلى W بلين فتمثال بسيط عليها find the image of the line ريال زت سعي واحد أند F of Z سعي لزت تربيع احنا نعرف يعني أول شيء لازم نكتب الدالة F of Z على شكل U زايد IV فأفرض الزت هي X زايدا I Y فإذا زت تربيع رح يصير X زايدا I Y بين قوسين تربيع أفتح التربيع رح يصير X تربيع زايد 2XY I زايد ناقص Y تربيع فهذا رح يمثل الجزء الحقيقي اللي هي بدون I وهذا يمثل 2XY يمثل الجزء الخيالي احنا نعرف أنه أنا أريد أوجد الإميج للرياضة سعي واحد الرياضة هو ش يمثل X إذن X رح يساوي لي واحد رح أجي عوض بدل كل X موجودة بالU والV بواحد فصير اليو تساوي واحد ناقص Y تربيع والV يساوي اثنين Y إذن الY رح تساوي لي من هذه العلاقة V على اثنين إذن اليو تساوي واحد ناقص V تربيع على اربعة ها هي صيغة الدالة بدلالة U والV لما نريد نمثلها أنا عندي هذا الريال Z يساوي واحد الي هو X تساوي واحد وهذا تمثيلها بالW تحت تأثير الدالة F تساوي لZ تربيع نعرف احنا المت للدوال تعبر عنها بالصيغة التالية المت Z تقترب للZ نوت F تساوي لL الصيغة العامة لتعريف المت هو إذا فور إيش أبسلون أكبر من 0 إذا زيت دلتا أكبر من 0 سجد مطلق F Z ناقص أقل من أبسل وين Z ناقص Z نوت أكبر من 0 وأقل من الدلتا نقدر أطبقها على العداد الدوال العقادية مثل ما نعرف أنه المت حاصل الجمع والضرب والقسم رح يكون معرف بالشكل التالي إذا كان المت للF وزيت هو L1 ولمت لدي وزيت هو L2 لما Z تقرب للZ نوت فحاصل جمع لم تحاصل الجمع حيساوي L1 زاد L2 حاصل الضرب حيصر L1 في L2 وحاصل القسم هو L1 مقسوما على L2 تسمى الدالة continuous function عند النقطة Z نوت إذا كان هذا الشرط متحقق أنه الدالة تكون معرفة عند النقطة Z نوت ولمت تكون موجودة عندما Z تقترب من Z نوت ولمت تساوي للدالة الفنكشن المعرفة بالصيغة التالية تسمى polynomial حيث الان هي non-negative integer والAI هي coefficient تسمى polynomial of degree N المشتقة للدالة F of Z Z تساوي Z معرفة بالشكل التالي لمت دلتا Z تقترب من الصفر F of Z زائد دلتا Z ناقص F of Z على دلتا Z تكون المشتقة موجودة إذا كان هاي المت إذا كانت المت موجودة إذا معناته الدالة تكون عند الز نوت ف رح تكون عند الز نوت بعد خواص الاشتقاق اللي هو مشتقة الثابت في الدالة سوي C F مشتقة حاصل الجمع F زائد G مشتقة حاصل الضرب الأول مشتقة ثاني ثاني مشتقة الأول ومشتقة حاصل القسمة مربع المقام مقام مشتقة البص ناقص البص في مشتقة المقام بالإضافة إلى تطبيق chain rule أيضا زت للقوان هو N في زت للقوان ناقص واحد بالمثال بسيط على تطبيق قواعد الاشتقاق موضحة بهذا المثال الثالث أريد أثبت أنه دال F Z تساوي X زائد 4 I وهي غير لا تمتلك مشتقة في أي مكان فأني رح أجي أطبق التعريف الخاص بحساب المشتقة لأن ما أقدر أشتقها باستخدام القواعد قواعد الاشتقاق فأجي أفرض دلتا Z و دلتا X زائد دلتا Y لأن هذا سأحتاج بالتعريف F Z زائد دلتا Z ناقص F Z رح يساوي X دلتا Z دلتا X زائد 4 Y 4 Y زائد Dلتا Y ناقص الدلتا F Z X 4 I Y أطبق العلاقة رح أحصل على هذه النتيجة النهائية طبعا هنا لو أجي عوض دلتا Z رح يكون عندي صفر على صفر فبالتالي اللمت رح تكون غير موجودة فش سهوي رح أجي أخذ مسارين مختلفة وبعدين أجي أشوف اللمت هل هي مختلفة أو لا فإذا أخذت رح أجي أفرض الدلتا X صفر وأشوف الدلتا Y اقترب للصفر رح أحصل قيمة الأربعة وبالعكس رح أجي أخلي الدلتا Y صفر وخلي الدلتا X تقترب للصفر فرح يصير عندي اللمت ساعة واحد وبالتالي أخذت مسارين مختلفة حصلت على قيمتها واحد ومر قيمتها أربعة وبالتالي رح تكون الدلتا هي غير قابل الاشتقاق عند أي نقطة تعريف الاناليتي الاناليتي عند النقطة أو نسميها الدلتا عند النقطة إذا كانت الدلتا قابل الاشتقاق في النقطة وجوارها يعني إذا أخذت جوار حول الزت نوت وأيضا الدلتا كانت قابل الاشتقاق بتسمى الدلتا تحليلية في كل مكان أناليتي معناها تحليلية فاسمي الدالة انتاير فانكشن اللي هي اه الدالة الكلية طبعا احد امثلة الانتاير فانكشن هي البولينوميال اه فانكشن هي انتاير فانكشن وصلنا الى قاعدة الاشتقاق اللي هي موجودة فقط بالمجال العقدي او بالكمبلكس اللي هي الكوشريمان equation. الكوشريمان equation احن قابها النظرية. suppose that الافوزي ساوي u of x y z i v of x y is differentiable at a point x i z i y then the first order partial derivative of u and v exist and satisfy the كوشريمان equation اللي هي. partial u الى x يساوي partial v الى y and partial u الى y يساوي سالب partial v الى partial x. هذا الاشتقاق احنا سبقا شرحنا وموجود عدكم. تقدرون تتبعوا. اه مثال تطبيقي على الاستخدام الكوشريمان equation. اه البولينوميا اللي احنا نعرف هي اناليتك فانشن لكل زت. فراح اجي لما اجي اطبق الكوشريمان اكويجن راح اجي افرض الزت هي x z i y وراح اجي اعوض بدل كل زت موجودة بالدالة بx z i y. فراح احصل الاف افزة تساوي هذا المقدار. حيث يو تساوي اكس تربع نقص y تربع زاد اكس وال v هي اتنين اكس واي زائد ان واي. اه بالتالي راح نجي نحسب اليو سب اكس راح يصير اتنين اكس زائد واحد اللي هو نفسه ال v سب واي. والآ اليو سب واي اللي هو بارشل والى بارشل والى يساوي سالب اتنين واي ايضا هو سالب بارشل v الى بارشل اكس. وبالتالي الكوشريمان كويجن متحققه. اه اذا معناته الدالة راح تكون هي اه قابل الاشتقاق اذا هاي النقطة وهي تحليلية. اه اريد اثبت انه هاي الدالة هي غير تحليلية. اذا يعني واحدة من المعادلتين الخاصة بالكوشريمان كويجن متحققت راح اقول الدالة غير تحليلية. فاني اعرف انه اليو سب واي تساوي سالب. هذي ما عندي مشكلة بها. لكن اشتقاق اليو بالنسبة الى الاكس المفوض يكون مساوي الى بارشل فيلس الى بارشل وال. بالتالي الواي يساوي اثنين اكس راح تكون الدالة قابل الاشتقاق فقط على هذا الخط. فاذا اخذت جوار حوله ما راح تكون الدالة اه قابل الاشتقاق وبالتالي راح تكون غير تحليلية. اذا معناته باذا كانت اليو والواي راح تحقق اليو كويجن لكل النقاط فتسمى الدالة اناليتك فانكشن اندي. اه هذا عدي مثال اه لدالة هي اه ايضا تكون اه لها مشتقة بكل مكان مع عدد صفر ايضا اه لذا اه لدالة هي اه 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 يعني تكون تحليلية بكل مكان بشرط انه الصفر ما موجود بهذا الاسيت. اذا اتحقق الكوتشريمان اكويجن راح يكون الافو برايم هو يو سب اكس زائد اي في اوف ال اكس او لا اقدر اقول في سب واي ناقص اي يو سب واي اي واحدة من هاي العلاقتين تتحقق فهو صحيح اه نحن نرجع ان ناخد تعريف مهم اللي هو الهورمونيك فانكشن الهورمونيك فانكشن تسمى الدال الهورمونيك اذا حققت اللابلاس اكوياجين اه اللابلاس اكوياجين معنات اشتقاق الدالة مرتين بالنسبة الى اكس زائد اشتقاقها مرتين بالنسبة الى الوال فتكون الدالة هي هورمونيك هذا عندي الاشتقاق العام لالهورمونيك فانكشن الكونجوكيت اوف هورمونيك فانكشن يعني انا اذا حصلت اذا كانت عندي الدالة تحليلية اه واعرف فقط اليو واليو هو هورمونيك فاريد احسب الهورمونيك كونجوكيت اللي هي اقصد اريد احسب الفي فاجي اطبق القواعد على امود احسب شيك ان هي هورمونيك او لا فاجي احسب اليو اوف الاكس المشتقة الثانية لليو اوف اكس واليوسف واي والمشتقة الثانية فاحصل على هاي الصيغة اللي حاصل جمعه مساوي للصفر طبعا استخدام الكوشي ريمان بمعنه دال لانالتك إذن بارشال في لا واي يساوي بارشال ي لا بارشال اكس فاحصل على هاي الصيغة ففي التالي أجي أكامل بالنسبة إلى واي فاحصل ثلاث اكسر بيع واي ناقص واي تكعيب زاد اشوف الاكس أجي أشتقها بالنسبة إلى اكس على المدى أطلع هذا الكونستانت المجهول وأساوي الطرفين وهي 6 اكس واي زاد خمسة ففي التالي رح أصير اتش برايم ساوي لخمسة أكامل رح يطع لي خمسة اكس وبالتالي الفي اوف ال اكس وي هي 3 اكس تلبيع واي ناقص واي تكعيب زاد خمسة اكس يزداء السي أدي دوال السية والدوال اللغارتمية احنا نعرف الدوال الالكسفونيشال فونكشن الها خاصية هي والمشتقى يكونون مساوين وحاصل يعني اف للأكس وان زاد اكس وان فيه اف وفي الاكس وان فيه اف وفي الاكس 2 مثال بسيط لتطبيق الاولر فورمولا اللي هي ايتو ذا واحد بوينت سابعة كوسعين اربع بوينت اين زاد اي سعين اربع بوينت اين واقدر اطبق الهاذي العلاق على الحاسب الكالكولاتر العادية واحسب النتائج عندي مشتقى الاكس فونيشال زاد بالمجال العقدي رح يساوي ايتو ذا زاد وان فيه اي تساوي ايتو ذا زاد وان زائل زاد وحاصل القسمة رح يكون ايتو ذا زاد وان ناقص زاد اه اندي خاصية البريوديسي تي اه يعني ايتو ذا زاد زائل اثنين باي اي هو ايتو ذا زاد في ايتو ذا اي باي ايتو باي فمنها انا رح لما افتحها باستخدام الاولر فورمولا رح يصير كوسعين 2 باي يساوي دي واحد وهذا يساوي لنا قيمة الصفر فرح يطلع للناتج ايتو ذا زاد البولر فورم انا اعرف انه طريقة تمثيلة اكثر من صيغة الكارتيزيان بشكل زوج مرتب والار الار قوسان ثيتا زاد اي سان ثيتا والاولار فورمولا size ر ايتو ذا اي ثيتا اللوغاريثم بونكشن اه اذا كان عندي ديباليو تساوي للز است اهまぁححى عرف ديباليو تساوي للز weekends اذا كانت ال�Z هي اي تאתا دباليو فاجي ابسط اللائي زايد اي واي هو اي ت unit زائد اي باي وبالتالي على اعتبار انة زاد اي زاد اي واي في Assist اي تا Twitter واساوي الطرفين X راح يساوي E to the U cos V والY هو E to the U sin V فإذا ما نعطي E to the 2 U على اعتبار التربع الهر راح يساوي X تربع زائد Y تربع وساوي R تربع والتن V هو Y على X فالتالي راح أحصر على قيمة V لـ 3 زائد 2π إذن logarithm of a complex number لن Z هو log مطلق Z زائد I 3 زائد 2Nπ طبعا أقدر أقول بدل هذا log هو لن مطلق Z ويطلع لي الصيغة العامة فمثال بسيط عليها لن السالب 2 راح يكون مساوي إلى أول شيء أحتاج أحساب أحسبه هو ثيتا وأحتاج أحسب المطلق الثيتا هي للسالب 2 هو والمطلق لسالب 2 لن المطلق سالب 2 راح يصير 0.6932 فإذن لن هو log 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 المطلق السالب 2 زائد I ثيتا زائد 2Nπ فصار عندي الناتج النهائي في الشكل نفس الشكل أحسب الثيتا ل I اللي هي pi على 2 ولو log الواحد اللي يساوي لي الصفر وبالتالي لن الاي هو اي باي على اثنين زائد اثنين ان باي نفس الشكل بالمثال سي. المثال الاخر اذا اريد احسب اي تو ذا الزج ساوي جدر ثلاثة زائد اي. اه طبعا عندي اكثر منصيغة ممكن اقول اي تو ذا الزج افتحها بشكل اي تو ذا اكس كوسين واي زائد اي ساين واي واساوي الطرفين او ممكن اخذ لن او لوغ للطرفين فاحصل الشكل التالي زد تساوي لن جدر ثلاثة زائد اي. اه فاحتاج احسب الثيتة واحسب احسب المطلق. فمطلق الجدر ثلاثة زائد اي هو اثنين والارغومنت اليها هو اه تان انفرس واحد على جدر ثلاثة اللي هو باي على ستة. اذا زد تساوي لن جدر ثلاثة زائد اي وتساوي لوغ اي لوغ اثنين للأساس اي زائد اي باي على ستة زائد اثنين ان باي. واجه احسبها باستخدام الكالكوليتر العادية واحصل على هذا الناتج. طبعا اذا كانت قيمة الزاوية محصورة بين سالب باي وباي فراح يصير اللين زت مساوي الى هذه الصيغة حيث الثيتة هي الكابيتال ارغومنت زت. المثال الرابع عليها بعد اختيارنا للارغومنت اه كابيتال. اه طبعا البرانش اه يعني النقاط اللي تجعل الدالة غير تحليلية راح اسميها برانش يعني او اه قطع برانش قطع لهذا الجزء اللي يجعل الدالة غير تحليل فانتنا ما راح نستخدمها او ما راح ناخدها بمحاضراتنا يعني ضمن مرحلتكم. اه بعض الخصائص الخاصة باللغارة الفونكشن اللي هي اللين حاصل الضرب ولين الاول زاد لين الثاني ولين حاصل الغسما لين نلبس ناقص لين المقام. هذا بعض اه بعض الامثلة على تطبيق الخواص. ومشتقة اللين زت هو واحد على زت هذا اه ان شاء الله تقومون بحلة كهومورك. اه الكمبلكس باور. احنا اخذنا الباور اذا كان اه عدد عقدي مرفوع الى انتجار او ريال. بس اذا كان عدد عقدي مرفوع الى عدد عقدي هذا اش راح اسوي له. اه عندي مثلا اكس الفا راح اجي اطبقها يصيغه. اه اجي افرض زت اس الفا هي حصير اي تو ذا الفا لن زت. اه اي تلقي مرفوع الانتج so if we go and find it on the the turn. ومشتغل مرفوع الحدد fir الم optor. فمثلا اذا امiones من انت ات فلت م kidding what is how we do i this. ..آى اه اذا اي كل اي تصي tasting i اي تاتي او اي تي ممكن انت للمثلة كو Hoe fac reception. نتوقف لهنا وإن شاء الله نكمل على المحاضرة الجاية